دولة الكويت كانت وما زالت تسجل بصمات واضحة في العمل الخيري الإنساني فهي واحدة من أهم مشركاء العالميين لدعم برامج وسياسات منظمة الصحة العالمية لتقديم يد العون والإغاثة الطبية العاجلة للتخفيف من معاناة الملايين حول العالم ومع افتتاح مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت مؤخرا تتواصل جهود التعاون بين الجانبين لترسيخ حضور المنظمة وتعزيز تعاونها مع الكويت وشركاء الأمم المتحدة وسائر الجهة صاحبة المصلحة في قطاعي الصحة والتنمية الصحة للجميع ودعوة إلى التضامن والعمل شعار رفعته منظمة الصحة العالمية أينما كانت هناك حاجة ملحة في أي بقعة في العالم نجد دولة الكويت تلبي النداء الإنساني إنشاء مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت يجسد على أرض الواقع التعاون المثمر بين الجانبين وعمق العلاقات الممتدة لأكثر من ستة عقود تم افتتاح المكتب تقريبا من شهر ونص دكتور أسعد حفيظ وهو اللي مسلم مكتب المنظمة سوينا محاضرات على أساس شون الوضعية اللي حنا فيها الحين وبعدين تم المناقشة بعد ما أخذ الصورة الكاملة قاعدنا مع بعض حالياً قاعد يكتب تقريره على أساس شون الوضعية بالكويت حنا ويننا فيه شون راح نبتدي نبني فوقها كنا ننتظر بفارق الصبر افتتاح مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت الذي سيساهم في توطيد التعاون المتبادل بين الجانبين من أجل الارتقاء بصحة الإنسان في مختلف الأصعدة وخاصة في ظل وجود الجائحة كما سيتيح الفرصة في تسريع تنفيذ الخطط والبرامج الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي دولة الكويت كانت وما زالت من بين الشركاء العالميين الأوائل لمنظمة الصحة العالمية في دعم الأنشطة الصحية والمبادرات الإنسانية ومن أكبر الجهات المانحة لدعم صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة الجائحة دولة الكويت شريك أساسي وهام لمنظمة الصحة العالمية فهي واحدة من أكبر الجهات المانحة في دعم صندوق الاستجابة لمكافحة الجائحة من حيث التوسع في توزيع اللقاحات والتشخيصات والعلاجات الخاصة لمرضى كوفيد-19 وفي ظل الأزمات والكوارث نجد دولة الكويت في الطليعة لتقديم الدعم السخي لإنقاذ حياة الملايين حول العالم على مدى عقود طويلة أثبتت دولة الكويت التزامها كشريك عالمي لدعم القضايا الصحية في ظل الأزمات والطوارئ والكوارث لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت